ما هي سكرات الموت؟ الموت حقيقة لا ينكرها مؤمن وكافر وقد كتبه الله على جميع خلقه ولم يستثني من ذلك أحدا حتى أحبهم وأقربهم إلى الله بل أذاقه لرسله وأنبيائه قال الله عز وجل كل نفس دائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فالإنسان لم يخلق للخلود على وجه هذه الأرض البسيطة بل إن الله قد استخلفه فيها كي يؤدي الذي خلق من أجله من عبادة الله وتوحيده وأن لا يشرك بعبادته فإن حان أجله وأدركته المانية فمن الطبيعي أنه سيشعر بسكرات الموت وينقسم العبد حينها إما لعبد كافر أو لعبد مؤمن فإن كان كافر أن كانت سكرات الموت عليه شديدة وموجعة وإن كان العبد مؤمن أن كانت سكرات الموت عليه سهلة ويسيرة وقد تشتد سكرات الموت على فئة خاصة من المؤمنين حتى يرفع الله بذلك درجاتهم ويكفر عن سيئاتهم ويرفع منزلتهم ومع ذلك فإن كل من يموت فلابد سيناله نصيب من سكرات الموت فتلك إرادة الله في خلقه ما معنى سكرات الموت؟ سكرة مفردة جمعها سكرات وسكرات أما المقصود بها فيصدقوا على عدة معاني منها اسم مرة من سكر من جهل غفلة ضلال غشية سكرة الموت إنهم لفي سكراتهم يعمهون أي السكرة هي الجهل والغفلة ذهب بين الصحوة والسكرة بين أن يعقل ولا يعقل قد تكون لها معنى الغمرة والشدة وجاءت سكرة الموت بالحق وسكرة الموت غشية التي يدل الإنسان على أنه ميت أي الغشية الغشية كما يقال بالعامية يتغاشى سكرة الموت كما أظهرت التعريفات اللغوية هي حالة من الإغشاء سببها شدة الآلم الذي يشعر به الشخص المحتضر بحيث يكون في حالة بين الوعي واللاوعي والذي يظهر من هذه التعريفات أن سكرة الموت حالة من الإغشاء سببها شدة الآلم الذي يشعر به الشخص المحتضر بحيث يكون في حالة بين الوعي واللاوعي سكرات الموت في القرآن والسنة نتكلم عن سكرات الموت في القرآن والسنة جاء ذكر سكرات الموت في عدد من المواضع في القرآن والسنة وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الأهمية التي ينبه لها الشارع سبحانه وتعالى لتلك اللحظة وقيمتها في حياة المؤمن حتى يتنبه من غفلته ويكف عن معاصيه ويعود لفطرته ودينه القويم والآتي بعض تلك المواضع في القرآن والسنة مع بيان يسير لها وصف الله سبحانه وتعالى شدة الموت في أربعة آيات هي الآية الأولى بعد قوله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ففي قوله عز وجل وجهان من التأويل أحدهما وجاءت سكرة الموت وهي شدة الموت وغلبة الموت كالسكرة من النوم أو الشراب المسكرات حتى أصبحت تلك السكرات كأنها أمر حتمي تيقنه الإنسان وصدق بوجود الموت حقيقة معاينة لا مجرد شيء قائم على التناقل والسماع والثاني وجاءت سكرة الموت بحقيقة الموت سكرة الموت أي حقيقة الموت الآية الثانية بعد قوله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت غمرات الموت هي شدائده ومكارهه وهي جمع غمرة وهي ما تغشى الإنسان مما يكرهه وفي هذا الموضع يصور الله عز وجل الظالمين وهم في سكارات الموت بأدنى درجات الضعف والخنوع وقد أصابهم ما يكرهون بعد عز وقوة الآية الثالثة هي بعد قوله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم أيها الناس أفلا تنظرون إلى حالكم ووضعكم إذ بلغت منكم الروح الحلقة وكنتم في حالة الاحتضار الشديد وأقربائكم وأحبابكم من حولكم هل يستطيعون تخفيف آلامكم وهل يستطيعون رؤية ملائكة الموت الذين يقبضون روحكم وهذه الآية من أهم ما جاء في سكارات الموت إذ وصفت حالة المحتضر وصفا بليغا فقد بيّنت أنه يصل إلى مرحلة من الآلم والضعف وهو في النزع حتى أن روحه تخرجه شيئا فشيئا حتى تصل حلقه وأهله حوله لا يستطيعون تخفيف آلامه أو رد روحه إليه الآية الرابعة بعد قوله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي كلا هو ردع عن تفضيل وتقديم الحياة الدنيا على الآخرة أي أيها الناس انتهوا ابتعدوا عما تقومون به من المعاصي وتنبهوا أفيقوا من غفلتكم فقد جاءكم الموت ليقطع الحبل الذي بينكم وبين هذه الحياة الفانية إذا بلغت التراقي إذا بلغت التراقي أي بلغت النفس أعالي الصدر وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال وهذه الآية كسابقتها تشير إلى المرحلة التي تصل فيها الروح إلى الترقوة وهي عظمة في أعلى الصدر عظمتي الترقوة المعروفة سكرات الموت في السنة النبوية أما عن ذكر سكرات الموت في السنة فقد وردت أحاديث كثيرة حول سكرات الموت ولأهمية هذا الموضوع فقد جعل الإمام البخاري في كتابه صحيح البخاري بابا منفصلا أسماه باب سكرات الموت حيث أورد فيه عدد من الأحاديث الصحيحة منها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمره فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به ما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده حتى قبض ومالت يده فقد عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت أيم معاناة وتألم أيم تألم وذلك حتى يعلي الله شأنه فإنه ما من ألم يصيب العبد المؤمن فيصبر إلا كتب له بذلك أجر وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك مما رواه عبد الله بن مسعود حيث قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل إني أعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك بأن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها سكرات الموت من الجانب الطبي قام المعهد الطبي في العاصمة الشيكية براك بإجراء دراسة على ما يحدث للمحتضر أثناء عملية الموت المحتضر أي الذي هو على فراش الموت وما يراه الإنسان في آخر لحظات حياته مثل عرض لشريط ذكرياته خلال فترة حياته ورؤيته لنفق في نهايته ضوء أبيض وقد ارتكز المعهد في إجرائه لهذه الدراسة على آراء العديد من الأطباء النفسيين والجراحيين والاعتماد على شهادات لعدد من الأشخاص الذين توفوا لساعات أو دقائق وعادوا ليخبروا بما جرى لهم كما اعتمد المعهد أيضا في إجراء دراسته على التشخيص العلمي عند مغادرة الشخص لهذه الحياة وارتباط هذه المرحلة بين المراحل التدريجية لحالة فقدان الوعي وعدم الإدراك الذي يحتفظ بالصور الأخيرة في الذاكرة أظهرت الدراسة أن الخوف من الموت ورهبته ترك أثرا على التفكير طبعا ترك أثرا على التفكير وأن الموت يبدأ بتوقف القلب عن آداء عمله وليس بتلف الدماغ حيث يوجد فرق بين الغيبوبة طويلة التي يصحبها احتفاظ بالصور الأخيرة التي شاهدها المحتضر ويمكن أن تمتد إلى عدة سنوات يقابله وهو موت الدماغ الذي يستغرق عشرون دقيقة فقط حيث يستطيع الجسم البقاء كحد أقصى لمدة عشرة أيام تكون اللحظات التي يأتي بها الموت سريعة ولا رجعة فيها عندما يموت القلب بشكل كامل وتبدأ أعضاء الجسم الأخرى بالتلف نتيجة عدم وصول الأكسجين إليها ويبدأ الدماغ بالتحلل ومن ثم تتحلل الأعضاء الأخرى ويموت الإنسان وبعدها تعلن الوفاة إلى هنا متابعي قناة لا حياء في الدين نرجو أن نكون قد أفدناكم بهذا الدرس عن سكرات الموت التي هي جزء مهم وباب كبير في كتاب صحيح البخاري إلى أن نلتقي في فيديو آخر دمتم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء لا تنسوا أن تشاركون بعناوين الموضوعات التي تريدون أن نتكلم عليها في التعليقات شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم